تدن الانتخابات البرلمانية في العراق من موعدها يوما بعد آخر وبالتوازي تحل البندقية ما عجزت عن حله المفاوضات ميليشيا الحجد أو تحالف الفتح أو عطاء أو غيرهما من الاتلافات التي انبثقت عن الميليشيا ببزات مدنية لخوض الانتخابات المقبلة تعصف بها الخلافات وتدروها الانشقاقات حتى ترجمت فيما بعد إلى تصفيات جسدية يليها اتهامات متبادلة وبما أن الوضع يوشك أن يخرج عن السيطرة توفد إيران مبعوثها إلى العراق لفض خلاف مريديها باعتبارها المحجة السياسية لهم وهذا الكوثران آخر الواصلين مصادر صحفية كشفت عن وصول مسؤول الملف العراقي في حزب الله اللبناني محمد الكوثراني إلى بغداد وعقده على عجل عدة لقاءات مع الأحزاب ذات الفصائل المسلحة وبينهم ما صنع الحدى دون أجمعهم وبعودة قليلة إلى الوراء تجد أن الخلاف ابتدأ بين قادة الميليشيا مع قرب الانتخابات ثم تصاعد شيئا فشيئا حتى تشرذمت الميليشيا إلى عدة كيانات سياسية تبادل بعضها البعض الاتهامات حتى وصل الأمر إلى الاغتيالات وآخر المقتولين كان قاسم الزبيدي مسؤول الإدارة المالية بميليشيا الحشد داخل منزله في بغداد ليسارع بعدها زعماء الفصائل المسلحة المنتشرة في العاصمة إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق فورية لمعرفة الجهة التي تقف وراء عملية الاغتيال صحيفة العربي الجديد نقلت عن قيادي بالميليشيا قوله أن حادثة اغتيال الزبيدي تحمل جملة من التناقضات وعلامات استفهام من ضمنها أن المجموعة المسلحة التي اختحمت منزله قامت بتعذيبه بالضرب على رأسه بأعقاب البنادق ثم غادرت المكان دون رصدها علماً أن المكان مزود بكاميرات مراقبة ناهيك عن موقع المنزل في منطقة الكرادة وعزت الصحيفة استهداف الزبيدي لانتقاده المتكرر لتحالف الفتح كما أنه مارس ضغوطاً على قادته بسبب ولائه لزعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي